اشتركوا في القناة في قول ملكي سابق تزامن مع حلول ذكر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان جاء فيه سيظل انتهاج الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان جناحين تطير بهم البحرين إلى أفاق المستقبل وهما ركزتان رئيسيتان في المشروع الإصلاحي الشامل وبهما جرى تعزيز الحقوق الدستورية وفق ثوابت وطنية وإسلامية وبما يتوافق مع إرادة الشعب انتهى الاقتباس تلك هي إشارة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حفظه الله ورعاه على ما قامت عليه البحرين منذ استقلالها التام وتأكيد على ما تحرص على الإبقاء عليه والتمسك بمبادئها الإنسانية التي تنسجم مع القيم العربية والإسلامية في صون حقوق البشرية والحفاظ على كرامتها من خلال تعزيز قيم التسامح والوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع الأديان والمذاهب وحتى الثقافات التي اتخذت لها مكان عيش مستقر في ربوع أرض دلم وهي بيئة الخلود الضاربة في القدم منذ قرون من التاريخ التليد وثابتة الجذور في قيمها الاجتماعية النبيلة مثاق العمل الوطني الذي يعد أحد أهم المحطات المتوهجة في تاريخ البحرين الحديث باعتباره وثيقة متكاملة للإصلاح والتحديث في عديد المجالات ويعتبر ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي الشامل الذي أطلقه عاهل البلاد المفدة حلا برونقه الخاص ليشكل قاعدة صلبة تستند عليها المملكة في انطلاقتها نحو عصر جديد من الديمقراطية والانفتاح السياسي الأمر الذي مهد الطريق نحو رؤية صور منسجمة الملامح من الحريات الشخصية المكفولة والمساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص فيما بينهم ليتم التأكد من فاعلية مجال حقوق الإنسان في البحرين كأحد أبرز الدعامات الأساسية للمجتمع لتنجح البحرين في ترسيخ مضامنه بين جميع من يعيشون تحت سمائها بلا تفرقة بين مواطن أو مقيم فالكل متساونة وسواسية في الكرامة الإنسانية إن ترجمتها نصوص حقوق الإنسان التي أوردها الميثاق بين الخطوط العريضة لصفحاته وتطبيقها على أرض الواقع جاء من خلال التشريعات والقوانين الموضوعية والصارمة التي شملت على باقة من الحقوق السياسية والاقتصادية والمدنية والثقافية منطلقا من جادة الحقوق الفردية والحرية الشخصية المتمثلة في حرية العقيدة إذ تصون الدولة حرمة دور العبادة وتضمن حرية إقامة الشعائر الدينية وفق العادات السائدة في البلاد إضافة إلى حرية التعبير والنشر فلكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي إلى جانب حقوق المرأة والطفل والمساواة وعدم التمييز المتمثلة في المساءلة والعدالة وفقا للدستور والقانون وصولا إلى الإطار الذي يتوائم مع المواثيق والاتفاقيات الدولية ولطالما وفي عديد المناسبات المحلية والإقليمية والدولية كان للبحرين رأي رصين وراسخ متكئ على أسس من الموضوعية والمصداقية المنادي إلى عدم تجزيء وانتقاء هذه الحقوق ونأيها عن التمييز والتسييس وضرورة احترام سيادة القانون مترجمة ذلك بانضمامها إلى العديد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية ومنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان إضافة إلى تفاعلها المستمر والدوري مع مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إطار عملية المراجعة المنتظمة الشاملة لحقوق الإنسان حيث قدمت تقريرها الأول عام الفين وثمانية والثاني في الفين واثني عشر والثالث كان في العام الفين وسبعة عشر ترجمة نانسي قنقر